نجحت أجهزة الأمن البريطانية في تحديد هوية عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وأبنته وعفقاً لصحيفة دالي تيليجراف فإن أجهزة الأمن اعتمدت على بيانات رحلات طيران من وإلى المملكة المتحدة واستعانت بصور كاميرات المراقبة في مدينة سالسبيري حيث وقع الهجوم أشارت الصحيفة إلى أن المشتبه بهم عادوا إلى روسيا